أهلا وسهلا بكم بأولى حلقات برنامجنا مال وأعمال بعض وثلاثة شهر رمضان مبارك وعيد الفطر السعيد اليوم سنتحدث عن صندوق دعم وتطوير الصناعة حيث أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتومين الجولة الثانية لبرامج صندوق دعم وتطوير الصناعة وتم البدء باستقبال الطلبات من قبل الشركات الصناعية يوم 8 نيسان الحالي من خلال منصة الإلكترونية المخصصة لهاي الغاية شو أبرز التفاصيل متعلقة بهذا الصندوق من شروط الحصول على الدعم والمعايير والمخصصات المالية كل هاي الأمور رح نناقشها في حلقتنا للليلة مع ضيوفة في الستوديو كل من المهندس رامي حمد مدير عام صندوق دعم الصناعات في وزارة الصناعة والتجارة والتومين والمهندس عبدالله شواكا مستثمر في القطاع أهلا وسهلا فيكم نورتونا كل عام ونتم بخير أهلا وسهلا فيكم بداية نقبلش معاك مهندس رامي يعني إحنا عم نحكي عن جولة الثانية من دعم الصناعات الوطنية من خلال هذا الصندوق ممكن تحدثنا أكثر عن نشأة الصندوق والجولة الأولى من هذا الصندوق أو من هذا الدعم أولا مساء الخير إلكستنا ولجميع المشاهدين الكرام وكل عام تبخير بناسبة مناسبة عدل فطر الصعيد نشأة الصندوق كانت من البداية واحدة من المبادرات اللي خاصة ببرنامج أو اللي هي تعمل الحكومة للفترة 2021 للـ 2023 وكانت من خلال هاي المبادرة واللي على أساسها تم إنشاء نظام لصندوق دعم تطوير الصناع وقامت الحكومة برصد مبلغ 90 مليون دينار خلال الفترة ثلاث سنوات الفكرة الأساسية كانت من برامج الصندوق هو تعزيز تنافسية المنشآت الصناعية حتى تكون عندها فرصة أكثر للمنافسة سواء بالسوق المحلي أو بالأسواق التصديرية اللي مهتمة إنها تنافس فيها طبعا طريقة الدعم اللي احنا منقدمها من خلال برامج الصندوق جميحها عبارة عن دعم مالي ودعم فني عن طريق أموال غير مستردة تتوزع على شكل سواء حوافز مالية أو من خلال منح أو من خلال ضمانات للمنشآت الصناعية اللي مهتمة إنها تقدم حتى تستفيد من برامج الصندوق من خلال الدعم احنا منشتهل مع المنشآت على شيء منسميه خطط التطوير خطط التطوير بتكون فيها المؤسسة والمنشآت الصناعية بتحدد الفجوات اللي بتلزمها حتى تقدر تنافس وتبني قدراتها سواء الفنية أو الإدارية حتى تعزيز تنافسيتها خلال العام 2023 كانت الجولة الأولى لاستقبال الطلبات وكانت لبرامج الصندوق الأربعة واللي تم منها خلالها البدء في استقبال الطلبات احنا خلال العام 2023 استلمنا تقريبا ما يزيد عن الألف واربعمائة طلب من الألف واربعمائة طلب الطلبات المكتملة كانت منهم حوالي الألف طلب بعد منتهاء مراحل التقييم لجميع برامج الصندوق عدد الطلبات اللي تم اختيارها وتوقيع الاتفاقيات معهم كانت تقريبا 395 طلب واللي هم لمنشآة صغيرة ومتوسطة وكبيرة وكانت حجم الدعم المالي المقدم لكل هاي الطلبات حوالي 45 مليون دينار للجولة الأولى من برامج الصندوق اللي هم من مخصصات 90 مليون صحيح من 90 مليون دينار يعني سريعا لو أنا بدي أعلق على الأرقام لما احنا منحكي تقريبا من الألف طلب المكتمل اللي تم استلامه خلال الجولة الأولى عدد الطلبات اللي احنا بدنا نختارهم 395 بمعنى انه احنا تقريبا من كل عشر طلبات اخترنا أربع طلبات حتى يستفيدوا من برامج الدعم اللي احنا منحطهم لما نطلع عليه كمان من منظور قديش المخصصات المالية المرصودة خلال السنوات اللي ذكرناها لفترة التنفيذ لبرامج الصندوق الأربع فلما نحكي انه احنا اجمالي الاتفاقيات كقيم الدعم كانت بتشكل حوالي 45 مليون دينار تقريبا هاي نصف مخصصات الصندوق تم الاتزام فيها من قبل الحكومة الوردنية من خلال الطلبات اللي احنا وقعنا معهم الاتفاقيات برامج الصندوق هم أربع نعم نحن نحكي عنهم أكيد بالتفصيل يعني بس احنا بشكل مختصر بنا نعرف البداية كيف كانت وان شاء الله خلال الفترة القادمة نحن نحكي خلال حلقاتنا نحن نحكي أكثر تفاصيل البراج إن شاء الله مهندسة عبدالله يعني احنا عم نحكي كمستثمر انت في هذا القطاع القطاع الصناعي شو رأيك بمثل بوجود مثل هيك صندوق لدعم الصناعات يعني وهل انت ممكن تكون من المستفيدين أولا مساء الخير وشكرا على الاستضافة الحقيقة هو إجاء هذا البرنامج مباشرة بعد قيام الحكومة بإلغاء برنامج الدعم للصادرات بناء على مخالفته لنظام الـ WTO ومتعلقاتها فأتى هذا النظام نوعا ما يحقق عدالة البرنامج بيركز على تطوير الصناعات القائمة حاليا وليس إنشاء صناعات جديدة بيركز على مجموعة من البرامج زي مثلا التسويق تأهيل بعض المصانع من ناحية تأهيل الجودة والتشاركية مع الأسواق أو بدخل ببعض البرامج اللي هي مبني على المخرجات مثلا مبني على التوظيف يعني بحقق إذا كان البرنامج يعني الهدف من برنامج المصنع أنه يحقق توظيف عدد من الموظفين برضو هذا بتحفرص عمل يعني نعم توفير طاقة الكهربائية تقليل الفاقد بالصناعة تقليل الكمية مثلا النفايات يعني الاعتماد على أنواع مختلفة من الطاقة وهذا البرنامج يعني له أثر مباشر على المصانع اللي استفادت منه طبعا دخلت في برامج ودخلت في يعني بتوسعات بتعديل على أنظمتها الصناعية بتحسين جودة بزيادة إنتاج بزيادة في بعض البرامج كمان تعتمد على التصدير تعتمد على زيادة المبيعات وهذا مهم يعني أنت كمستثمر هذا مهم يعني طبعا لأنه يعني برنامج يكون خصوصا مدعوم من الحكومة وفيه وراء نوع من التدقيق من الحكومة فالناس تلتزم بإجراءاته بلتزموا بحاول يحقق المخرجات اللي هو التزم فيها ووقع العقد بناءا زي ما ذكر المهندس الاتفاقية بالضبط من الاتفاقية يعني بتنص على المخرج المعين المطلوب من هذا المشروع ممتاز طيب يعني حكينا بأمور يمكن استوقفتني كلمة المشاريع القائمة يعني هذا برنامج لدعم المشاريع القائمة وهذا إشي يعني بفراحة خطوة ممتازة أنه أنت تحسن من وستوى صناعتنا الوطنية وبالتالي يعني دائما جلالة الملك بيحكي عن موضوع الاعتماد على الذات ودعم الصناعة الوطنية فبننبلش بالصناعة اللي موجودة من خلال هذا الصندوق عم بتم دعمها لتتوسع حكيت عن يعني أكثر من دعم مش بس مادي كمان فني بالآخر بهمنا أنه المنتج الأردني يكون يلاقي المعايير الدولية فبننا نحكي عن هذا الموضوع أكثر مهندس رامي يعني بصراحة خليني نحكي الفكرة بشكل عام من برامج الصندوق وطريقة الدعم اللي بيستفيد منها المصنع لما بيقدم حتى يستفيد من برامج الصندوق إحنا الفكرة الأساسية أنه إحنا اليوم تركيزنا بمصانعنا وبالمنشاة الصناعية وحتى على مستوى الاقتصاد التركيز دائما على التصدير، تحفيز الاستثمار، كفاءة استخدام الموارد عن تقليل اللي بتكون إليها ارتباط مباشر بتقليل الكلف لما أنا بحكي على استهلاك الموارد، لما بنحكي على استهلاك الطاقة بنوعينها سواء من حلول ترشيد استهلاك الطاقة أو من خلال الحلول الطاقة المتجددة لما بحكي على استهلاك المياه، لما بحكي على تقليل إنتج النفايات اللي بالأخير هي ارتباط مباشر من خلال الكلف من خلال برامج الصندوق، طبعا كل برنامج احنا بنعرف أنه لكل منشاة صناعية الهومر نعم فاليوم المصانع حسب مستوىها بتقدر تستفيد وتختار البرنامج اللي بناسبهم تركيزنا من البداية احنا مستهدفين المنشاة القائمة لأنه في برامج حاليا موجودة في الأردن بتغطي الفئة اللي هم الستارتابس أو المشاريع المبتدئة من خلال المشاريع احنا القائمة الفكرة فيها أنه أنا إذا كان المصنع الغاية الرئيسية من تقديمه للطلب رفع الجاهزية بناء القدرات في عنا برنامج متخصص وهو برنامج تحديث الصناع وبإمكان المصنع أنه يقدم ليستفيد من هذا البرنامج بمنحة بتوصل لغاية 100 ألف دينار نعم إذا كان المصنع عنده جاهزية عالية للتصدير نعم وأولويته بالفتر الحالية أنه يتوجه سواء أنه يوسع نشاطه بالأسواق التصديرية الحالية أو أنه يفتح أسواق تصديرية جديدة فبدخل على برنامج ترويج الصادرات مستفيد كمان بمنحة بتوصل لغاية 50 ألف دينار في البرنامج الثالث اللي هو برنامج الحوافز المبني على المخرجات هذا البرنامج بتم تنفيذه مباشرة من خلال وزارة الصناعة نعم وهون هدف الرئيسي من البرنامج أنه المصنع إذا كانت هدفه الرئيسي أنه الاستثمار وينقل ويوسع النصراته وعمله من المستوى الحالي لمستوى أعلى فبتقدم على برنامج الحوافز بناء على المستهدفات اللي نحن منحطها في البرنامج إن شاء الله سنحكي عن البرنامج الرابع سمحونا نطلع هذا الفاصل أهلا وسهلا فيكم جديدة مشاهدين الكرام كملين بحلقتنا مال وأعمال وأكيد مكملين بموضوع حلقتنا صندوق دعم الصناعات الوطنية برحب فيكم ضيوفي مجددا مهندس رامي حمد مهندس عبدالله شوابكي وكنا عم نحكي عن برامج الصندوق وفكرة نشأة هذا الصندوق أتوجه بسؤالي للمهندس عبدالله وانت مطلع على هذا الصندوق على برامجه خلال المرحلة الأولى اللي كانت العام الماضي ممكن تحكينا من خلال تجربتك كمستثمر كيف كانت طريقة التقديم هل هي سهلة هل فيه تعقيدات في الأمور يعني بنحب يعني أكيد كل اللي يحضرون الآن يسمعوا عن تجربتك الشخصية الحقيقة يعني التقديم يعني بحتاج إلى معلومات يعني طلبات التقديم فيها كم من المعلومات من المعلومات المطلوبة الشركات اللي عندها ميزانيات وميزانيات مدققة وبياناتها المالية يعني موجودة عندها دراسة فنية لصناعتها عندها إمكانيات إدارية بتقدر تتقدم بدون يعني بدون تعقيدات يعني بالعادة كانوا الأخوان بيرجعوا لل صاحب الطلب نعم يعني إحنا موظفينا كانوا يرجعوا للأخوان بالوزارة الصناعة وكان بيتم يعني توجيههم وكان يعني بتم إجابتهم على استفسارات معينة على توضيحات معينة بالطلب الطلبات ما كانت سهلة ولكنه يعني للي عنده مصدر حقيق وشغل حقيق موجود قائم يعني مفروض تكون شيء سهل يعني يعني ممكن يأخذ تقديم الطلب ممكن يعني أيام ممكن أسبوع ولكنه في معلومات مطلوبة في معلومات تحكي عن الميزانيات عن مخزون بداية العام مخزون نهاية السنة المستودعات يعني طبيعة الصناعة مخرجاتها والمدخلات الصناعية المواد الأولية يعني يعني فيه كم من المعلومات لازم لازم أن يكون تكون موجودة يعني المهندس رامي مننا هنا أنا بدي أسألك يعني بكل تأكيد بالآخر بتكون تدعم الصناعات تكون قوية موجودة بحاجة دعم ولكن على الأقل موجودة على الأرض الواقع ومضفة شباب وفيه فرص أنها تكبر وتتطور أكيد لو بنا نحكي عن خلال هذه الجولة الثانية شو الشروط اللي رح تكون مطلوبة شو القطاعات اللي رح تكون مغطية هل رح تكون نفس الجولة الأولى ولا أصعب ولا أسهل ولا ما في مقارنة هو للأمانة يعني زي ما أنتو كولكم بتعرف وأنه دائما من خلال الجولة الأولى احنا بنستفيد من الدراسات ومن الدروس اللي مستفادة احنا دائما بكون اطلاق البرامج على جولات سوف يتقييم يعني أكيد يعني بكون دائما فرص للتحصين مستحيل أي برنامج لما احنا بنخط تصميم له أنه من الجولة الأولى يكون الشروط المثالية صحي احنا بنعتمد اليوم شو طبيعة التغذية الراجعة اللي بنستفيدها من المصانع والطلبات اللي استلمناها وعلى أساسها تمت مراجعة جميع الشروط وتم اعتمادها من اللجنة التوجهية اللي برأسها كمان معالي وزير الصناعة والتجارة وكمان اللي بشرف عليها كرئيس لللجنة الفنية اللي درست الشروط وطوفة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة الشروط بشكلها الأساسي احنا اليوم مستهدفين من برامج الصندوق المنشآت الصناعية القائمة اللي على الأقل عمرها سنة ومات بشرط أن تكون عندها مبيعاتها خلال العام الـ 2023 مستفرية من ضمن الشروط أن هذا المصنع يكون عنده قيمة محلية مضافة ما تقل عن 30% من ضمن الشروط أن يكون المصنع مملوك بالكامل للقطع الخاص بنسبة 100% مع اشتراط بالنسبة للمنشآت ذات المساهمة العامة نسمح فيها أنها تتقدم وتستفيد من البرامج إذا كانت ملكية الحكومة فيها ما تزيد عن 5% نعم عنا مجموعة من الاشتراطات اللي بتخص موضوع الملاءة المالية بخص موضوع الاشتراكات بالغرف الصناعية وأن يكون هذا المصنع مسجل كمان مدى وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية المسؤولة عن تسجيل هاي الشركات في قطاعات ممنوعة يعني أبرز القطاعات اللي ممنوعة من المصانع إنها تستفيد من برامج الدعم بحكي اليوم على صناعة المشروبات الكحولية صناعات التبع الصناعات الزراعية حتى مرحلة الحصاد بينما الصناعات اللي احنا منسميها صناعات زراعية اللي بتكون بعد مرحلة الحصاد هاي مقبولة إنها تقم وتتم الاستفادة من برامج السندوق يعني التغليف التعليف هاي كلها يعني الصناعات الغذائية المرحلة ما بعد الحصاد مية بالمية تمام عنا مثلا المخابس برضو من ضمن القطاعات الممنعة وفيها كمان قطاعات ثانية غير مستفيدة وغير مؤهلة للإستفادة من برامج الصندوق الطلب وآلي تقديم الطلبات احنا منحكي اليوم صعب وسهل دائما هاي مصطلحات نسبية صح يعني السهل على واحد ممكن تكون صعب الطلب إذا بتتفرج عليه مش ما بتحتاج ان يكون فيه مستشار اللي يشتغل على تحضير الطلب بس هو بتطلب ان يكون فيه متوفر بيانات ومعلومات موجودة عند المنشأة الصناعية احنا ما بنطلب اشي معلومات الاصل انها ما تكون مش موجودة عند المصنع نعم احنا بنسأل على بشكل عام مبيعاته طاقته الانتاجية عدد الموظفين اللي عنده استهلاكاته بالنسبة للموارد طاقة مياه وغيرهم بنسأله على تحليل الفرصة التجارية لانه بالاخير الدعم اللي احنا بنقدمه ما بنطلع اليوم قديش مستوى الجهازية عند المصنع لانه الهدف الاساسي من البرنامج انك ترفع الجهازية تبعته صح فاليوم مش المصنع اللي عنده جهازية اعلى معناته فرصته اعلى بالحصول احنا بنطلع على مشروع مدروس من خلال الطلب اللي هو بقدم له حتى يستفيد من البرنامج اذا كان تحليل الفرصة التجارية صح واذا كان المشروع فعلا باكس كل الفجوات اللي موجودة داخل المصنع واللي هي ما بتمكنه انه يستفيد من الفرص اللي هو شايفها في القطاع اللي هو بشتغل فيه اذا ما كان فيه اثر ونتيجة على الدعم اللي بديو يخذ المصنع بعد من يستفيد من برامج الدعم مثل مثلا انه قدش بدها تزيد مبيعاته الاجمالية قدش بدها ترتفع الطاقة الانتاجية تبعته كدش بده يخلق فرص عمل للاردنيين ومن ضمنه كمان فرص عمل للاناث كدش بدها تنزل فتورته من استهلاك الطاقة كدش بده يكون فتورته من استهلاك المياه هاي مجموعة المستهدفات احنا منسميها بتم الاتفاق عليها بشكل اولي من المصنع قبل من وقع الاتفاقيات معهم المصنع من خلال برامج الصندوق يعني احنا منحكي على تمويل ممكن للحكومة خلال الفترات السابقة اعلى قيم تمويل قدمتها للمصانع من خلال برامج صندوق دعم وتطوير الصناع الصندوق له تعريف خاص بالنسبة لموضوع المشاريع القائمة وخاصة للمنشآت الصناعية احنا تعريفنا لما بنحكي على منشآت صغيرة نعتمد على معيار واحد فقط اللي هو عدد الموظفين بتعريف الصندوق المنشآت الصغيرة هي العدد الموظفين من 5 إلى 24 موظفين هذه صغيرة صغيرة المنشآت الصغيرة اللي بتنطبق عليهم هاي الشرط بنسبة لعدد الموظفين اجمال قيمة الدعم اللي بتقدر تستفيده من جمع برامج الصندوق الأربع توصل لغاية 335 ألف دينار المنشآت المتوسطة بتعريف الصندوق هي المنشآت العدد الموظفين من 25 إلى 249 موظفين هاي المنشآت اللي بتنطبق عليهم طبعا بيقدر يستفيده من أربع درامج لبرامج الصندوق وحجم الدعم بوصل لغاية 485 ألف دينار المنشآت الكبيرة اجمال الدعم اللي بحصله من برنامجين فقط اللي هو برنامج الحوافز المبني على المغرجات وبرنامج ضمان اتمان الصادرات قيمة الدعم اللي بتقدم لهاي المنشآت توصل لحوالي 535 ألف دينار للمصنع الواحد اليوم نحكي على قيم عالية فعودة على سؤالك انه الطلب سهل ولا صعب احنا اليوم يعني انه قناعة تامة مش هدفنا التعقيد احنا بنحكي الطلب اذا كانت المعلومات متوفرة على المصنع فهو ما بيستغرق طابعته اكثر من اسبوع بس احنا اللي بنطلع عليه انه يكون فعلا اشي مدروس كطلب لانه هي عبارة عن دراسة جدوى مختصرة بقدمنا اياها صاحب المنشآة الصناعية حتى يحدد الفجوات والفرص اللي احنا متأملين بعد استفادته من الدعم اللي يكون فيه اثار على التنفيذ من خلاله نعم ان شاء الله طيب اسمحوا لنطلع كمان فاصل ضيوف الكرام ان شاء الله بعد امكان بهذا الحديث فاصل ورجعين زيوت جوبترول زيوت بكر غير معاد تكريرها جوبترول توفر حماية فائقة لمحرك سيارتك جوبترول تقلل من استهلاك الوقود جوبترول حصيلة على العديد من شهادات الاعتماد من اشهر صانعي السيارات في العالم زيوت جوبترول مشاهدين مكملين بمالو اعمال ومكملين مع ضيوفنا الكرام برحب فيكم مجددا مهندس عبدالله لو بدنا نحكي على موضوع الاستفادة من هاي البرامج يعني التقديم مثل ما حكينا يمكن وشرحت انت من تجربتك التقديم بيحتاج لوقت ولكن بالآخر يعني البيانات هي عبارة عن جمع بيانات والمفروض البيانات تكون موجودة عند أي مشروع قائم يعني بطبيعة الحال من نجع على مرحلة التنفيذ ويعني الاستلام خلينا نحكي هذا التمويل وهل في مثلا استفادة من الناحية الفنية مثل ما ذكر عن الدعم الفني المهندس رامي من تحكي لنا أكثر يعني عن هذا الموضوع على أرض الواقع كيف صارت معك يعني بالنسبة لتنفيذ المشاريع خصوصا المشاريع التي فيها تركيب خطوط إنتاج أو معدات أو تعديلات على المصنع أو توسيع أو توسعات نعم هذه بيكون طبعا حسب تعليمات وزارة الصناعة أنه أولا يجب تقديم مثلا ثلاث عروض ويتم اختيار الأقل سعرا منها في شروط للعروض أن تكون يعني بتوضح الأمور الفنية بالمعدات ومخرجاتها وطاقتها الإنتاجية عزيزي متعارف عليه يعني هذا خليني حكي شيء معروف بالنسبة بزبط يعني هذا طبعا بيتم اختيار وبعدين بيتم كل شركة مطلوب منها أنه تعمل حساب بنكي خاص تصرف على هذا المشروع منه عشان لسهولة تتبع المالي لهذا المشروع يعني غير عن الحسابات يعني الحساب الشركة نفسه يعملوا حساب فرعي منطقي بيكون مختص بهاي المنحة مثلا أو هذا الدعم ممتاز نعم ويستقبل الدعم من الوزارة على هذا المشروع تمام يعني هذا برضو من الأشياء المنطقية التي نعملت لكن في بعض النقاط اللي هي يعني نقاط ممكن تكون جوهرية مثل أولا أنه شروط يعني تنفيذ مدة تنفيذ المشروع أنه يجب أنه لا تزيل عن سنة بتخيل إيش أصدك يعني مدة تنفيذ لا تزيل عن سنة يعني من بداية من بداية توقيع الاتفاقية مع الوزارة إلى نهاية تنفيذ المشروع مدة سنة حقيقة في بعض المشاريع الصناعية هذه مدة سنة قليلة جدا لأنه لو حسبناها إحنا يعني بالبداية اللي بتقدم لهيك مشروع بيكون عامل دراسة مختصرة لكن لما يأخذ يعني يوقع الاتفاقية مع وزارة الصناعة بيبدأ الآن بالخطوات بالدراسة التفصيلية الحقيقة جدية دراسة تفصيلية لخط الانتاج أو للتعديلات هذه تأخذ وقت يعني ربما تأخذ من شهرين إلى ثلاث شهور نعم بعدين استدراج العروض مناقشة الشركات الموردة توقيع العقود معهم وبعد ذلك إرسالها لوزارة الصناعة وزارة الصناعة بتوافق على العرض أو بتعمل تطلب تعديلات حسب بعد ذلك بتم مباشرة بيدفع للشركات الموردة الموردة نعم فترة تسليم شحن وتسليم وإنشاء بالموقع إذا في إنشاءات مدنية أو قواعد ماكينات أو هذا يعني هاي مدة سنة قليلة يعني بالصناعة دائما الصناعة يعني يعني خلينا نحكي من أكثر من سنة دائما يعني إجمالا أكثر من سنة احنا نحكي عن من أي ناحية من ناحية يعني أنه مدة المشروع لازم الآن أنت لازم الآن حلت العطاء مثلا على مورد أو على مقاول نعم يعني ممكن يكون فيها استعجال ممكن الشركات ممكن يضطر أنه يستعجل يوقع عقد ما يكون هو المطلوب الحقيقي ممكن يأثر على ممكن بس أسمع رأي يعني مدير الصندوق بهذا الموضوع يعني بحب أسمع رأيك وتعليقك عليه هو للأمانة الموضوع يختلف برضو مرة ثانية من مصنع لمصنع يعني المشاكل التي تواجه مجموعة من الصناعيين ممكن لا تكون مشكلة لمجموعة ثانية من الصناعيين يعني ولكن يتحدث عن مدد استدراج العروض وتخاطب الشركات الموردة وفي عندك الشحن ومع المشاكل الموجودة أنا بدأ أحكي بس أقام موجودة يعني خلين نحكيها من الجولة الأولى وخاصة للبرنامج اللي احنا كوزارة مشرفين بشكل مباشر عن تنفيذ وهو برنامج الحوافز المبنية على المخرجات حل احنا في عنا تقارير متابعة شهرية نفحها للإدارة للوزارة بشكل عام ولللجنة توجهية لبرامج الصندوق للبرنامج الحوافز عدد المنشآت اللي احنا وقلنا معهم الانتفقيات كانت 135 مصنع تقرير الربع الأول بشير أنه تقريبا عندي 20 مصنع خطة التطوير نسبة الإنجاز فيها بتتجاوز 80% عندي عدد المصنع اللي تكون خطة التطوير فيهم تتجاوز 90% أكثر من 10 مصنع فليوم نحكي اليوم قديش كانت الجاهزية عند المصنع لما قدم الطلب عروضه جاهزة عارف بالضبط أنه الخطة التطوير من أين يجيب الماكينات من أين يجيب الخطوط الإنتاج الذي أصلا كان يمكن متفاوض مع الموردين على أساس أنه يستدرج العروض للتنفيذ بس كمان احنا للمرونة للمصانع اللي عندهم مشاكل وخاصة اليوم احنا منعيش وارتفاع الكلف تبعهم وتأخر كمان بعض الموردين أنهم يعطوا ورود الأسعار بالأوقات والمدد اللي كان فيه توافق عليها مع المصانع للمصانع اللي بتواجه بعض المعيقات احنا اليوم فيها متابعة للمصانع إذا كان فيه داعي أنه نعمل تمديد لخطة التطوير أصلا هذه مذكورة من ضمن بنود الاتفاقية ممتاز أن يكون فيه فترة تمديد لمدة تصل لغاية ستة شهر إضافية عن فترة السنة للتنفيذ وهي اللي حكيت عنها في البداية تغذية الراجعة أنتوا تستفيدوا من هذه التجربة ورح تعكسوا يعني التطورها خلال المرحلة الثانية والثالت إن شاء الله يعني فيه مرونة في هذا الموضوع هاي أخذنا جواب من المرونة موجودة يعني هي الصناعة تختلف عن أي قطاعات أخرى أنت يعني تحكي عن إنشاء يعني مصانع وخطوط إنتاج وتعرض لمتغيرات كثيرة مش بإيدك بتكون صحيح وبالعادة اللي تقدموا الناس مش كل الناس اللي تقدموا للبرنامج يكون عامل جايب عروض ومستدرج وجاهز نعم هو درب مثال ممكن يعني يحصل التمويل لما حصل التمويل صارت الأمور الجدية خطوات جدية ما قبل ذلك هو كان يتمنى أنه ينفذ هذا المشروع أو مثلا بخطته بس ما كان يقدر يشتغل عليه بشكل عامل أو يصدر عندي مشكلة ثانية اللي هي أنه وزارة الصناعة بطريقة تمويلها أنه بتدفع مقدما بعد توقيع الاتفاقية عشرين بالمية نعم وثمانين بالمية بعد ما تنهي المشروع إنهاء المشروع واكتسابه خلينا نقول وحصوله على الموافقة أنه الشروط حسب الشروط الموقع عليها 80 بالمية يعني 80 بالمية أنت قاعد تطلب من المصنع أن يمول هذا المشروع يعني 20 بالمية رقم بسيط المفروض أنه يصير فيه دفعات على على التنفيذ بالضبط يعني مهندس رامي هذا الموضوع أنت كأنه المصنع خلال هذه الفترة ما بين 20 بالمية إلى 80 بالمية يريد أن يمول من حاله أو يريد أن يلاقي شيء عشان يقدر يأتي ويكون المشروع قائم على أرض الواقع فتخيل إن شاء الله أنكم درستوا هذا الموضوع أكثر سيكون خلال مرحلة أو بدي أسمع رأيك يعني هم بدولوا صرفنا 45 مليون التزم بشيء بالواقع التزم بخمسة واربعين بخمسة واربعين مليون لا هو إجمال الصرف خلال 2023 كانت حوالي 15 مليون دينار من 45 مليون اللي احنا ملتزمين فيها خلينا نحكي كالتالي من الجولة الأولى وبالجولة الثانية احنا ما في برنامج لما ما نحن نطلع في البرشات التعريفية ولا بالأيام المفتوحة اللي بنحكي فيها عن كل برنامج وكيف آلية التقدم وشروط اللي بتخص كلام هل تعطينا تفاصيل عن هذا الموضوع أكيد وكمان بكون فيه توضيح للنظام الدفعات يعني ما فيه مصنع حضر البرشات التعريفية وشارك فيها اللي كان مطلع على نظام الدفعات اللي بلغنا فيها المصانع قبل ما نستلم أي طلب من خلالهم خلينا نحكي كتالي المهندس عبدالله بحكي بخصوصية لبرنامج الحوافز اللي مسؤول الوزارة أن تنفيذه بشكل مباشر نعم بس بقية برامج الصندوق اللي احنا بنعطي منح سواء لبرنامج تحديث الصناعة أو برنامج ترويج الصادرات نعم أنا في عندي دفعتين مسبقات في عندي دفعة أولة بتشكل 25% مش 20% عن توقيع التفاقية حلو وبتستحق عندي دفعة ثانية بعد انتهاء الربع الأول لـ 25% ثانية فأنت اليوم بتحكي عن 50% من إجمال الدفعات مستحقات للمصنع بعد انتهاء تقريبا الربع الأول وبعد تحقيق مستهدفات مذكورة باتفاقيات حسب كل برنامج المصنع قدم له لبرنامج تحديث الصناعة أو برنامج ترويج الصادرات يعني فيه فيه أكثر من برامج آآآ فيه المشريع الزيب انت برنامج حوافز يمكن مهندس حد الله برنامج حوافز هو اللي الحكومة دفعت 20% وبدأ الناس ينفذوا يأخذوا 80% برنامج الحوافز اليوم طريقة التمويل هو تقريبا مبتكرة من خلال أهلية الدعم احنا بنعرف بشكل عام اللي كان مطروح للمصانع وللمنشاط الصناعية في عندي نظام القروض وفي عندي نظام المنح نعم ولكل واحد له إيجابيات وسلبياته برنامج الحوافز اجهى طريقة التمويل في المنتصف تقريبا انه احنا بنحكي برضو هي أموال غير مستردة بس هي مربوطة بمستهدفات يعني المصنع لما بقدم لي خط التطوير تبعته بكون من البداية في اتفاق معه على مجموعة من المستهدفات المصنع بكون اختيارها عند تقديمه للطلب لا يستفيد من هذا البرنامج يعني مثلا بحكي المصنع انه اذا بنفذ خط التطوير تبعتي بلتزم انه انا تحقيق زيادة في المبيعات الإجمالية ما تقل مثلا عن 15% بارتفع طاقة الانتاجية بالنسبة ما تقل عن 15% عن الارقام المرجعية اللي تقدم فيها عن تقديم الطلب للاستفادة من المبيعات او خلق فرص العمل اللي احنا اللي بصير معنا انه بنوقع معهم اتفاقيات للتنفيذ وبناء عليها بنصرف في الدفع الاولى لعشرين بالمية نعم التزامنا انه احنا ندفع التمانين بالمية لما ينتهي من كل المستهدفات اللي المصنع اللي اختارهم نتحقق انه هاي المستهدفات تم تنفيذها على الواقع وبعدها منرجع على كلفة تنفيذ خطة التطوير واستلامنا للملف الاغلاقي اللي بنستلمون من المصنع بكل الوثاقة المالية اللي بتثبيت التنفيذ بس مهندس راميش هاي تكون الفترة عبئ على صاحب المصنع حتى لو كبير نحن منعرف يمكنه اصلا تقدم له هذا الدعم لانه بيحتاج للتمويل بيحتاج للكاش للسيولة الى آخره يعني فمش يعني هاي الفترة كيف ممكن نخليها ما تكون عبئ عليه بالعكس هو يستفيد هل ممكن يعني درسته الموضوع برضو هاي كانت دي من الجولة الاولى يعني احنا في كل الاتفاقيات حتى لبرنامج الحوافز برنامج الحوافز الدرج واللي ممكن تكون الواصل بطريقة خطأ للمصانع انه انا عندي دفعتين هو اكثر من دفعة نعم انا في عندي دفعة 20% نعم وعندي دفعة 80% وفي عندي دفعات بينية مربوطة انه انت بتحقيق المستهدف وفي حالة توفر المخصصات المالية عندنا للتنفيذ بمعنى مصنع عندي اختار مجموعة من المستهدفات من ضمنه مثلا المستهدف البخص على خلق فرص العمل نعم اذا المصنع وظف ناس اعطاني اثبات انه انا عدد فرص العمل المطلوب مني تفضل هيكش في الضمان الاجتماعي اللي بتثبت انه انا عدد فرص العمل وصلت للرقام المطلوب حلو وجميع البنود اللي تحملت على مستهدف فرص العمل اعطانا الملفات اللي بتثبت انه تم تنفيذها بكل الاوراق المالية اللي بتثبت الدفع والتزديد الكامل لثمنهم نعم في حالة استلمنا للمطابل المالية ونتأكد انه فعلا هذول الشرطين تم تحقيقهم احنا عم نمشي باجراءات الصرف بدون ما نستنى انه انت تنفذ كل المستهدفات كل المستهدفات حلو كويس يعني هاي دوع من انواع المرونة كمان ممكن تدفع قول التنفيذ كامل المشروع لكل مستهدف تحصل على الدعم الموجود في يوم يعني بارك الله فيكم خير نكمل بعد الفاصل اسمح الي حنطلع فاصل الخير فاصلوا راجعين زيوت جوبترول زيوت بكر غير معاد تكريرها جوبترول توفر حماية فائقة لمحرك سيارتك جوبترول تقلل من استهلاك الوقود جوبترول حصيلة على العديد من شهادات الاعتماد من اشهر صانعي السيارات في العالم زيوت جوبترول شاهدين الكرام كملين بحلقتنا وعندنا كثير ممكن حكي بدنا نحكي عم نحكي عن صندوق دعم الصناعة ونحكي عن مثال حي موجود واستفاد من الحوافز والدعم لصناعتنا الوطنية ونحكي عن شوية تفاصيل واجهته على أرض الواقع مهندس عبد الله كنت تحكي بمجموعة من النقاط ونأخذ نجوم مباشرة من المهندس رامي فحكينا على موضوع العشرين بالمئة وتمانين بالمئة هذه مرونة من الوزارة بهذا الموضوع من الصندوق نعم الملاحظات كما تفضل المهندس رامي أنه الآن المرحلة الثانية من المشروع ومتأمل أنه يتم تجاوز بعض النقاط التي هي ممكن أن تشكل الهدف من البرنامج هو كله دعم للصناعة ودعم للشركات وإذا كانت الشركات ما شعرت بالراحة خصوصا المالية أثناء تنفيذ لأنه هو المشروع مالي ودعم مالي للشركة بس هو زي ما وضح المهندس رامي يعني هي هاي جولة أولى عم باخدوا تغذية راجعة عم بشوفوا شو اللي عم بصير مع المصانع بالآخر هدفهم إنهم يدعموا فعلا الصناعة في نقطة تانية أنت بدك توصل المصنع أنه يتجنب اللجوء لتمويل بنكي عشان يعمل أو عشان يغطي هاي القاب هاي الفترة يعني الناس عم بيأخذوا برج لون عشان يطلع من مرحلة التنفيذ كاملة ليوصل للمخرجات النهائية فهذه النقطة نتأمل أنه الوزارة يعني يأخذوها بعين الاعتبار حسب المستهدفات يعني بقول لك إذا أنت عم بتتبلش تتحقق ببلش يصرفوا شوي شوي يعني مثل بحك المخصص النقطة يعني الأخيرة اللي بدي أحكي فيها اللي هي عملية الكفالة الكفالة العدلية المطلوبة يعني من شروطها أنه يعني الكفيل من خارج السجل التجاري يعني ليس شريك في الشركة نعم يعني مع أنه حسب تعريف يعني قانون الشركات أنه الشركة هي تعتبر يعني شخصية اعتبارية منفصلة عن مالكها شو بتردو هندس رامي على هذا الموضوع هاي النقطة؟ هي كانت من البداية عن توقيع الاتفاقيات مع الجبلة الأولى كنا نطلب كنوع من الضمانات نعم انت بتعرف لما احنا بنصرف دفعة مسبقة لكل برامج الصندوق وهاي طبعا الاشتراطات موحدة يعني ما بحكي بس برنامج الحواف لكل برامج في كفالة عدلية لأنه مقابل أنت الدفعة الأولى احنا عشان يكون في ضمانة للأموال والقيمة اللي احنا بنصرفها بشكل مسبق بدون ما تكون المصنع بلش في التنفيذ ولا بلش بإجراءات الشراء يكون في ضمانة أنه فعلا هاي الأموال بدأت تنصرف لغايات الغاية المخصة لهم اللي هي غايات التطوير والتحديث اللي مذكورة بخطة التطوير كانت واحدة من الشروط أن يكون في عندي كفالة عدلية بعدين نتعدى للشرط للجولة الأولى أنه احنا صدنا نقبل إما الكفالة أو التعاهد العدلي التعاهد العدلي بموجبه أنه مسموح للشركة أو لملاكة أنه يدخل هو كضامن شخصي على أساس أنه يكون تعاهد عدلي من خلال كاتب العدل يتقدم بالقيمة الدعم اللي هو مستفيد منها من برامج الصندوق فهذه كانت فعلا ملاحظات وكانت الاستجابة فورية لها من خلال الجولة الأولى لبرامج الصندوق ممتاز يعني إحنا الجولة الأولى تمت والجولة الثانية إن شاء الله بلشت بـ 8-4 تقديم ستستمر إلى 15-6 لمدة شهرين 15-6 إن شاء الله إن شاء الله والطلبات في موقع إلكتروني مخصص لهذا الموضوع صحيح 100% طيب الناس يمكن بحاجة أن أتعرف أكتر عن هذا الموضوع أنت ذكرت موضوع الورش التعريفية عن البرامج بشكل عام إم ترح تكون هاي الورش كيف الناس اللي حابة تستفسر عن أنواع البرامج إذا هم ممكن يقدر يستفيدوا منها كيف رح تتم هاي الورش بالبداية خلينا نحكي كالتالي إحنا أولا استقبال الطلبات من خلال منصة إلكترونية موحدة لجميع برامج الصندوق من خلال هاي المنصة إلكترونية بتنفيها استقبال الطلبات لكل البرامج هنا مثل ما حكينا في عنا ثلاث برامج التنفيذ المباشر مش من خلال الوزارة من خلال شركان اللي احنا وقعنا معهم التفاقيات الفرعية يعني مثلا برنامج تحديث الصناعة الوزارة قامت بتوقيع التفاقية مع المؤسسة الوردينية لتطوير المشروع الإقصادية المعروفة باسم جتكو واللي بتم من خلاله تقديم دعم مالي على شكل منح بتوصل لغاية 100 ألف دينار الشركات اللي مهتمة تستفيد من برنامج تحديث الصناعة ممنوع انه من طرفه مسير التواصل مباشرة من خلال جتكو او استخدام منصاتها لتقديم الطلبات استقلام الطلبات بده يكون من خلال المنصة الموحدة لاستقبال الطلبات برنامج ترويج الصادرات وقعنا اتفاقية مع شركة بيت التصدير ليتوله التنفيذ المباشر لبرنامج ترويج الصادرات ممتاز واخيرا تم توقيع اتفاقية مع الشركة الوردينية لضمان القروض لتنفيذ برنامج ضمان ائتمان الصادرات واللي بتم اللي هول بنحكي البرنامج الرابع اللي من خلاله برامج الصندوق المنصة الالكترونية لاستقبال الطلبات هي بورتل بوت اندستري الفند دجو اللي بفوت على هاي المنصة بشكل بسيط بسجل الحساب بتم التحقم من الحساب بلاقي كل الوفاق اللي بتلزمه حتى ينزل البيانات والنماذج اللي بيلزمه اللي لتقديم الطلب كمان على هامشو احنا عملنا موقع الالكتروني خاص فقط ببرامج الصندوق بوضع فيها الشروط الوثائق المطلوبة اللي هي تقديم الطلبات بروفايلات كل البرامج هو اندستري الفند دجو بالاضافة الى وجود كامل سطحات التواصل الاجتماعي سواء اللي خاصة ببرامج الصندوق او اللي بتخص الوزارة او حتى الجهات التنفيذية احنا عنا كمان ارتباط مباشر مع الغرف الصناعية شو راكنا لانه كمان عضو اللجنة التوجهية هو بيكون بمثابة رئيس غرفة صناعة الاردن وعمان مشرف كمان على اساس الترويج والتنفيذ لبرامج الصندوق تم يوم الاثنين الماضي برعاية معالي وزير الصناع والتجارة وخضور وعطوفة الامين العام الاطلاق الورش الاولى والاعلان عن بدء استقبال طلبات الجولة الثانية خلال الاسبوع الحالي ان شاء الله راح نكون فيها لنا تنظيم لورشة عرفية برضو لبرامج الصندوق راح تكون ان شاء الله ابتداء من يوم الثلاثاء بغرفة صناعة اربد وكمان فيه لنا ورشة عرفية راح تكون يوم الخميس من هذا الاسبوع بغرفة صناعة عمان ان شاء الله الورشات هي ورشات فنية نشرح فيها بالتفصيل النماذج الشروط الفنية مراحل ومعايير التقييم كيف احنا بنتفرج على الطلبات كل الشروط اللي بتدزم صاحب المصنع حتى فعلا يكون قادر يقدم الطلبات وان شاء الله تكون فرص وقوية انه يحصل على الطلبات يستفيد اكيد يعني بأقل من ثلاثين ثاني مهندس عبدالله بتحب تضيف اي اشي وتحكي واللي قدم على الجولة الأولى ممكن ياخذ بالجولات الثانية والثالثة كمان مهندس عبدالله اذا ما استفاد من البرنامج بمكانه يقدم اما ما بقدر يستفيد مرتين يعني انا بدي احكي انه البرنامج حقيقة يعني لبى رغبة الكثير من الشركات الصناعية خصوصا انه معني بتطوير الصناعة نفسها وتطوير الصناعة بيعني مردود افضل من ناحية التسويق من ناحية التصدير من ناحية التكلف الانتاج فبشكل عام البرنامج يعني ممتاز ولبى الطموح ورح يكون له اثر ممتاز ان شاء الله كل التوفيق لكل صناعتنا الوطنية الله يعطيكم الف عافي المهندس رامي حمد مدير عام صندوق دعم الصناعات في وزارة الصناعة